السيد الصدر يطالب باستنكار مشترك وإطفاء الفتنة السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق قبل البدء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتنصلكم الأخبار العاجلة والحصرية طالب زعيم التيار الصدرية السيد مقتل الصدر اليوم الاثنين باستنكار مشترك وإطفاء الفتنة وقال السيد الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر كما قال السيد الوالد إن في موتي شفوة وفرح لإسرائيل وأمريكا وأنا أيضا أقول إن في قتلي شفوة وفرح لإسرائيل وأمريكا والإرهابيين والفاسدين ولكن العجب كل العجب أن يأتي التهديد من حزب الدعوة المحسوب على آل الصدر ومن كبيرهم المالكي وجهة شيعية تدعي طلبها لقوة المذهب واضافة لذا من هنا أطالب بإطفاء الفتنة من خلال استنكار مشترك من قبل قيادات الكتل المتحالفة معه من جهة ومن قبل كبار عشيرته من جهة أخرى ولا يقتصر الاستنكار على اتهامي بالعمالة لإسرائيل أو لاتهامي بقتل العراقيين على الرغم من أني حقنت كل دماء العراقيين بما فيهم المالكي في صدام سابق كان هو الآمر فيه والناهي وتابع نعم لا يقتصر على ذلك فحسب بل الأهم من ذلك هو تعديه على القوات الأمنية العراقية واتهام الحجد الشعبي بالجبن وتحريضه على الفتنة والاقتتال الشيعي الشيعية وقيل إنه في تسريبات لاحقة سيتعدى حتى على المراجع والله العالم وأكمل قائلا هذا وإنني أبرأ أمام الله وأمام الشعب من أي تعد عليه ومن أي استعمال عنف ضده فمن المحتمل أن يتدخل طرف ثالث لتأجيج الفتنة وأنا بريء منها إلى يوم الدين وأشار إلى أنه أنصحه بإعلان الاعتكاف واعتزال العمل السياسية واللجوء إلى الاستغفار أو تسليم نفسه ومن يلوذ به من الفاسدين إلى الجهات القضائية لعلها تكون بمثابة توبة له أمام الله وأمام الشعب العراقية فلا يحق له بعد هذه الأفكار الهدامة أن يقود العراق بأي صورة من الصور بل ذلك خراب ودمار للعراق وأهله وأكد أنه ثم العجب كل العجب أن تتوالى مثل هذه الاتهامات علينا نحن آل الصدر من قبل الهدام سابقنا ومن قبل الاحتلال ومن قبلك أنت ومن قبل بعض الجهات القضائية لدولة مجاورة بالخيانة والعمالة والفسادة فلما هذا التوافق بينكم على أمر لا دليل عليه فحسبي الله ونعم الوكيل وستجتمع الخصوم عند من لا يظلم مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء وفي وقت سابق قدمت المحامية زينب جاسم باقرة طلب إخبار إلى المدعي العام بمحكمة الكرخ في العاصمة بغداد بشأن التسجيلات المنسوبة إلى زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي وفي خبر سابق بعد واقعة التسجيلات الصوتية انتشر خبر عن سفر المالكي إلى سلطنة عمانة حيث نفى مصدر مقرب من زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي الأنباء التي زعمت سفر المالكي إلى سلطنة عمانة بعد تسريب التسجيلات الصوتية وقال المصدر أن هذه الأنباء عارية عن الصحة إذ أن المالكي متواجد في منزله في بغداد ولم يغادره إلى أي دولة واتهم المصدر أطرافا لم يسمها تحاول استغلال الأوضاع السياسية لبث الشائعات وإثارة الرأي العام والتشويش على سير عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وبثت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية زعمت أنها للمالكي يتحدث فيها عن مجمل الأوضاع في البلد وعن خطورة المرحلة المقبلة وفي وقت سابق قال المالكي لن تنال كل عمليات التزييف والفبركات من علاقة بأبناء الحجد حيث تحدث زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي عن علاقته بالحجد الشعبي والقوات الأمنية وقال المالكي في تغريدة على تويتر لن تنال كل عمليات التزييف والفبركات من علاقة بأبناء الحجد أيث قال المالكي الحجد وأبطاله وقياداته أمة المجاهدين والشهداء والأحرار والأمل الكبيرة فمنذ اليوم الأول لتشكيله كنت من المساندين والداعمين له ووقفنا بوجه كل المحاولات التي كانت تستهدفه ولن تنال كل عمليات التزييف والفبركات من علاقة بأبناء قواتنا المسلحة والحجد الشعبية فكلاهما حماة الوطن وصمام أمان العملية السياسية قرارات اجتماع رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل النيابية أولا المضي بتشريع جملة من مشاريع القوانين الموجودة في أروقة المجلسة التي تمس المواطنين واحتياجاتهما وبحسب الجدول المرفق مع البيانة ثانيا اكمال الاستحقاقات الدستورية وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتحدياتها وبناء على طلب نائب الرئيس السيد شاخوان عبد الله والقوى الكردية ومن أجل أن تكون هناك مساحة من الوقت للوصول إلى تفاهم بينها تم تحديد اجتماع ثاني لرؤساء الكتل النيابية يوم الخميس المقبلة لبحث ما توصلت إليه القوى الكردية بهذا الصدد ثالثا جلسات المجلس للفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الأولى تبدأ في الإسبوع المقبلة وبواقع ثماني جلسات شهريا وسيعلن جدول أعمالها لاحقانا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر